بورك عنا لكم مرة تانية على هوا مباشرة تانية ومكبيرين معاك وباقي فقرات نهارك سعيد وكنا طبعا متابعين ولسه متابعين الأزمة القائمة بين المحاميين والقضاء وبعد ما الأمور كانت هادية الأزمة رجعت مرة تانية للاشتعال من الجانبين مرة تانية بعد منع عدد من المحاميين القضاء من الخروج من در القضاء العالي يوم الجمعة اللي فاتت عقب إن عقاد جمعاتهم الجمعية العمومية مما أدى لإطلاق القضاء النار لتفريق المحاميين ومن هنا عادت الأزمة مرة تانية نهارنا النهارة في الستوديو المستشار أكثم البغدادي اللي هكلمنا بتفاصيل بنرحب بحضر لك يا فندم صباح الخير صباح حمور صباح خير يعني هايزة سأل حضر لك من الأول إحنا كان معنا سياس خالد علي محامي وقال من وجهة نظره الأزمة اشتعلت مرة تانية ليه من وجهة نظر حضرتك ليه اشتعل أو أنا ما سمعتوش لكن هو الأزمة ما انطفتش عشان تشتعل الأزمة موجودة من أول من فترات بعيدة جدا هل من أيام طانت يا فندم؟ لا من قبل كده بكتير أوكي وأصلا أنا معرفش المحاميين دخلوا نفسهم في الموضوع ليه طيب خلينا نشعر للسادة المشاهدين أكثر ونقول الأزمة لوجهة نظر حضرتك هبتدي الأول بأن القادي وهو يعتلي منصة القضاء يجب أن يكون مطمئن وهو يحكم بين الناس إذا ذهب الاطمئنان عن القادي ذهبت العدالة طبعا يا فندم فالقادي لازم يكون له من الضمانات الكافية اللي بتؤدي في النهاية إلى أن يقدر يصدر حكمه ويدي الحق لأصحابه المحامي جزء من منظومة العدالة لكن اللي بيقيم العدالة هو القادي ودي ولاية إذا تجاوز المحامي في المحكمة فالقانون كان مرتب أصلا القانون موجود من زمان وهو مرتب جزاءات معينة بتعمل المادة 18 اللي بيكلم عليها مش مستحدثة يعني غير مستحدثة لكن اللي بيحصل أن فيه تجاوزات كثيرة جدا من السادة المحامين وفيه اعتداءات بتتم على رجال النيابة ورجال القضاء طب وإحنا ظروف البلد ما تحتملش طب لازم تواجه هذا بقانون المحامون نفسهم هم الذين طلبوا القانون طلبوا المحامون والشعب عليك لابد من قانون لاستقلال السلطة القضائية السلطة القضائية كانت مستقلة ولكن هناك بعض الأمور التي كانت يجب أن تحدد في القانون فوج السادة المسؤولين عن وضع القانون احنا شكلنا لجنتين في لجنة شكلت من قبل مجلس القضايا الأعلى برئاسة المسشرة أحمد مكي ولجنة شكلت من نوادي قضاة مصر كلهم من السوان لسكندري وحطوا القانون مشروع لسه المشروع ده له مراحل كثيرة جدا علشان يصل إلى أن يصدر لكن بعض النفوس الضعيفة ابتدوا بقى يختاروا قانون وهو مشروع وبأكد على أنه مشروع بعض النقاط وبأسلوب مفتعل جدا حاولوا يصنعوا الأزن طيب القاضي رايح محكمته يلاقي ناس بنيتوب على باب المحكمة يلاقي ناس حتى جنازير على باب المحكمة ويقولك إحنا المحامين طب المحامين هاته يغلق المحاكم وبعدين بيدعوا إيه يقولك القضاء يعلقوا العمل بالمحاكم حاجة غريبة جدا طب أنا مش قادرة أخش محكمتي هو أنا رفضت أنا دخلت وأنا مطمئن وفي حماية كافية ورفضت أن أنا أعمل في المحكمة أبدا أنا مش قادرة أخش المحكمة أن القضاء منعوا من دخول المحاكم من أداء رسالتهم عن طريق المحامين فالأزمة هم افتعلوها وهم صنعوها وهم الذين يجب عليهم أن يفضوها وهم مش هيفضوها لأن المسألة دخل في حسابات أخرى بالنسبة له ما هي الحسابات الأخرى من وجهة نظر هذك؟ من وجهة نظر أنا هم عندهم انتخابات يعني فيه انتخابات نقابة المحامين وفيه مزايدات بتحصل لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات ده من وجهة نظر الشخصية قانون السلطة القضائية لا علاقة له بهذه الأمور التصعيد المتواصل من طرف المحامين لابد أن يقابلوا بوقف حازم من طرف القضاء يعني لا يصح إطلاقا وأنا السلطة أحد سلطات الدولة الدولة لها سلطة سلطات ده نحن نكون نتعلمه من زمان سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية إذا انهارت السلطة القضائية في هذا الوقت انهارت الدولة انهارت الدولة كلها لأننا عارفين السلطة تشريعية مش موجودة والتنفيذية انتوا عارفين هي فين يبقى فضل السلطة القضائية لو السلطة القضائية مست يبقى فيه مؤامرة علشان ينهار النظام وتنهار البلد فارجعوا هكذاك مرة تانية النقاط اللي أزعاجة المحامين واللي فيه كل هذه الاعتصامات والتظاهر عليها ديهم الحق فيها ولا لا لا حدش لحق أبدا أنه يتظاهر ضد قانون لم يصدر والقانون ما زال مشروع وما نومش أي حق أكيد مش هيستنى لحد ما يصدر وبعدين يتظاهر يعني هو القانون ده لما بيطلع مشروع بيُعرض على المجلس القضاء الأعلى وهي الجهة التي ضرق سنه ثم على لجان الفتوى والتشريع ثم على لجان الصياغة ثم 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 إلى أن يصل إلى الجهة التي من حقها إصدار هذا القانون وهي في هذا التوقيت المجلس العسكري وأنا عايز أقول دي مش بدعة إحنا أصلا في قانون السلطة القضائية صادر بقرار من الرئيس الجمهورية يعني قانون السلطة القضائية صادر بقرار من الرئيس الجمهورية مش عبر مجل الشعب والدستور إدى للرئيس الجمهورية أو اللي بيحل محاله اللي هو المجلس العسكري الحق في إصدار القوانين وأكد من قوانين صدرت بنيجي عند قانون السلطة القضائية ونقول لا استنوا لما يجي المجلس التشريعي طب أنا عايز أعرف حاجة أنا استنى لما يجي المجلس التشريعي أو أعلن قانون السلطة القضائية علشان القضاء تشرف على انتخابات المجلس التشريعي ده المفروض يحزن يا فن يعني أنا لازم أحس بأن أنا مستقلة تماما ولازم أحس بالأمان تماما علشان أقدر نشرف على هذه الانتخابات في هذه المرحلة ده إحنا في مرحلة في غاية الصعوبة أنا لو قاعد في لجنة الانتخاب ومحسيتش بالأمان يبقى الانتخابات ترجع تاني نرجع تاني للأول زي ما كنت طيب خلينا نتكلم كمان عن مشروع القانون السلطة القضائية وتحديدا المشروع المقدم من المستشار أحمد ميكي والمتبني طيار استقلال القضاء أثار كل هذا الرفض لدى المحاميين ريت حضرتك تشعرين المادة 18 والمادة 47 من مشروع قانون السلطة القضائية لا أصل المادة 18 دي قتل أجب أحسن وبعدين أنا أريد أن أقول حاجة هو إحنا المصريين عموما ما بنتجمعش في الأزمات هو كان فيه خلاف والخلاف وارد في كل الأحوال بين اللجنة التي شكلت القانون برئاسة مشار أحمد ميكي واللجنة التي عملت مشروع القانون من نوادي قضاة مصر الحمد لله وده يمكن من الأثار الحسن لهذه الاعتصامات أن القضاء توحدوا على كلمة رجل واحد الآن ما فيش خلاف بين مشروع أحمد ميكي ولا مشروع نادي القضاة اللي اتنين بقى قانون واحد كويس جدا وعايز أقول لك حاجة علشان بردو نبقى في الصور عشان أفهمك أن الموضوع ده مفتعل ومالوش أساس المسشار أحمد ميكي ولجنيته برئاسة المسشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى قالوا إحنا حنعمل حاجة اسمع جلسات استماع حاول القانون نسمع من هنا ونسمع من هنا عشان نصل إلى النتيجة حاسية تمام نفتح باب حوار بين التراف ودعوا نخبة من المحامين لحضور جلسة الاستماع وحضر الجلسة المسشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي هو رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية رئيس السلطة التشريعية رئيس مجلس الشعب رئيس السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء الأعلى وحضر فيها وقوبل باستهجان وقوبل باسلوب مستفز وغير لائق على الإطلاق من رجال القانون ومن ناس المفروض ان هم بيدعوا ان هم جناح العدالة او طرف العدالة وقال لهم اول ما تكلموا قالوا المادة 18 ومادة 18 عشان ما نتكلمش فيها تاني قال هذه المادة انا شايف ان انتو لكم حق فيها ومن وجهة نظري احنا هنشيلها من القانون يبقى احنا بنتكلم في حاجة مش موجودة لان رئيس مجلس القضايا الاعلى قال المادة مش موجودة اللي هو حينقش القانون قال لك انا حراعي المادة دي يقولتوا تكلموا في ايه يقولتوا تعملوا ايه ولا حد هم انا عايز اقولك احنا القضاء في مصر في مصر من اسوان الاسكندرية حوالي 12 الف المحامين حوالي ما يزيد عن 450 الف فيهم ناس محترمين كتير وفيهم محامين اجلاء وفيهم اسادزة لكن برضو بتقدريش تنكره في هذا العدد الكبير ان في عناصر من مصلحتها انها تصاعد وفي عناصر من مصلحتها انها تتخاني وفي عناصر من مصلحتها انها تغلق المحاكم وده كله شيء محسن يعني زي ما الشارع بيقول ده ممكن يكون كله في صالح تأجيل الانتخابات انتخابات البرلمانية هم يريدون هذا لكن ان شاء الله هتتعمل وان شاء الله القضاء هتشرف عليها لو فضل فيها اعتصامات سبقى صعب يكون والله دي مسؤولية المجلس العسكري ومسؤولية الداخلية مش مسؤوليتنا احنا لكن اذا طلب منا ان احنا نشرف على الانتخابات وفقا للدستور هنشرف على الانتخابات وستكون الانتخابات نزيهة حضر ايك لسه بتقول انا لو مش متطمن مش هاوصل لحد لجان الانتخابات ما اقول لك حاجة هو لما بيجي يعني المجلس العسكري احنا كلنا دلوقتي في ايد المجلس العسكري يعني الدولة دلوقتي ما بقاش فيها غير القضاء والمجلس العسكري وحكومة تسيير الاعمال اللي احنا عارفينها المجلس العسكري اذا تولى حماية القضاء والتضمينات الكافية لسير الانتخابات وهم بيقولوا كده يعني انا مش جاي بالكلام ده من عندي احنا دائما المجلس العسكري بيطلع بيانات بيقول ان الانتخابات في موعدها والانتخابات هتحصل كذا وفاة حباب الترشيح وإلى آخر يبقى هو هيضمن سلامة هذه الانتخابات وانا اضمن سلامت الصندوق واضمن سلامت الصوت اللي بتحط فيه لكن لازم يتحط حد للموقف دي والحمد لله ان انتخاباتهم يعني هتبقى في شهر 11 اللي جاي ده يعني خلاص بعد اياه هتلاقي الامور رادية ورتاحة شوهر خلينا اقول حدريك تصريح عن لسان استسامة حشور المحامي في حديث المصر اليوم قال انه ان الكرة الان في ملعب القضاء لان المحامين قرروا تعليق الاضراب منذ الخميس الماضي فيما قررت عمومية القضاء الاستمرار في الامتناء عن العمل دون اسباب واضحة يا سيدتي احنا لا نمتنع عن العمل القاضي لا يمتنع عن العمل ولكن كيف يعمل القاضي ومن اين يتأتى له ذلك وهو لا يستطيع الدخول الى محكمته هو القاضي حيشتغل الجلسة بتاعته من على الرصيف لا تغلقه ولا لازم المحكمة المحكمة ده مكان مقدس الاعتداء على المحكمة زي الاعتداء على دور العبادة اقامة العدل ده ده من اسمى ايات الشعوب احنا بنتكلم في ان القاضي هو اللي في ايده الميزان الميزان يعني تصور دائما العدالة عمياء وتمسك في يدها ميزان لو الميزان ده اختل اللي في ايد العدالة الدنيا اختلت الدنيا خلاص راحت احنا ممنوعين من دخول المحكمة انا بقول لحضرتك اذا كان في اي قاضي يستطيع ان يدخل الى محكمته ويجلس على منصته اللي يقضي هو نحن على اتمل استعداد لاداء هزا احنا ما قلناش ان احنا بنعلق العمل في المحاكم الا لتوفير الحماية لنا انما الكلام اللي بيتقال بقى بدون ذكرى اسامي كده ده كله للسهلات يعني كلها